فده سوق آخر للندي الأهلي ونجوه من النادي الأهلي يشوفه إزاي أنادي أهلي للناس ما بقيتش مصدر هو أنتوا بتتكلموا بجد أن الأهلي اللي لعب الهلال ده كان نقص 6 عนاصر أسايا ها بجد فلان وفلان 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 فالؤلاء الأمر صعب جد ففكرة التعليل من بطولة بالشكل ده أنا شايف فيها يعني عدم تقدير لما فعله النادي الأهلي في البطولة لكن يعني ده بالنسبة لبطولة على جانب أخر بقى فيه حالة من عدم تقدير للنادي الأهلي وكأنها أزمة لبعض يعني اللعبين القضامة في أندية منافسة وهو الكابتن بشير التبعي يعني تصرحاته دائما وأبدا بتكون غير منطقية بتحاول التقليل من شأن إناد لقالي ومن قيمة إناد لقالي واستدعاء مش مفهوم تعالوا نشوف الفيديو عشان نرجع نعقل كابتن جهري إيه رائد في الله أرحمه شخصية جميلة كابتن جهري قد ببقوا كده يا جماعة لو العدالة العدالة تتوفر لنادي الزمالك ده نادي الزمالك ده خلي بالك دي إزاز هيبقى في حتة تانية خارس أنا جامت شخص أبوك أبوك وابو الناس كلها وعروف من الرجل ده إيه بذلك طيب خلينا عشان نحطك في الصورة إيه الكصة هي الكصة بس موضوع الكابتن محمود الجهري والعدالة لا قصة باختصار شديد سؤال يتوجه للكابتن ياسر ريان هل ممكن أحمد ياسر ريان يلعب في نادي الزمالك من النادي التركي الكابتن ياسر ريان قال لا بالنسبة لي أحمد ياسر ريان أنا عارف يقدر يلعب فين فقال له طب ما هو لعب في الجونة ولاعب في سراميكا قال له أنا عارف ابني كويس وعارف عقلية ابني كويس مع كامل احترامي وتقديري لنادي الزمالك يا النادي الأهلي يا إما هيدور على عندها أخرى وهو إن شاء الله ما يرجعش وبيقول كده إن شاء الله يوفق يعني لو لعب هيلعب في أجواء مختلفة تماما عن نادي الزمالك ومش هيروح نادي الزمالك يعني أنت شايف ويلعب في سراميكا ومايلعبش في الزمالك قال يا جماعة إحنا كده بالنسبة لنا الأجواء داخل النادي الزمالي مختلفة هو بيقول كابتن ياسر عاشت عشر سنين من السعادة جوه النادي الزمالك طيب اللي عاشه الكابتن ياسر ريان ده إيه اللي استفز فيه كابتن بشير التابعين ما تفهمش أم كابتن بشير التابع قال له يعني إيه النادي الزمالك ده موجود جوه وموجود جوه بس المشكلة اللي فارق بينه وبين نادي الزمالك إن الإعلام ما بيصرحش والإعلام ما بيطلعش اللي جوه النادي الزمالي وتعالى أقول لك كابتن محمود الجوهري عن نادي الزمالك وقال اللي بتقال ده كابتن محمود الجوهري الوقع الوحيدة اللي بتذكر في تاريخه ويمكن أنا قررتها أكتر من مرة هي وقعة اعتداء أو محاولة اعتداء باللفز على حكم يعني الكابتن محمود أصمان ولد الكابتن سمير محمود أصمان في مباراة بن آل وزمالك اللي تلقى فيها هدف لكابتن ربيع ياسين فتخيل عزيزي ان الكابتن محمود الجهري المنضبط تماما رحمة الله عليه الجنرال لما خرج عن النص خرج في مباراة كان الظلم واقع على النادي الآلي وهم دي الفن نادي الآلي والصالح نادي الزمالك فلو سمحت الكلام اللي بيتكرر ده تجربة كده مش عايزة أشرحها فكرة ان انت تفضل تردد كلام تردد كلام فالناس تبدأ تتداوله وتصدقه على انه تقال وانا حتى يزيل لحظة وكل مرة بقول انا براهن حد يجيب لي التصريح ده فيديو للكابتن محمود الجهري اتقال في اي جريدة في وقت من الاوقات هو بيدرب نادي الزمالك اتقال الكابتن محمود الجهري كلام كله عمل بيتردد فقط لغير دون سند او دليل انا مرة والله بتناهش مع واحد قال التصريح ده ولتوله المصدر ايه قال لي جدعانة مني كده اوه ده جدعانة مني انا اقول بس ان كابتن بشير التابعي الموضوع بقى شخصي يعني هو يمكن فيه فترة انت بتقول طول الوقت لا وفيه فترة ابنه كان في الناشئين في النادي الاهلي فكان الدنيا لطيفة وإفهات والاهلي وبتاعه ما عنديش مشكلة ورغبته وأهلاوي ايه حكاية كل لعب ابنه يخرج من ناشئينها بالاهلي ايه حكاية مشكلة ولكن يا جماعة فكرة العدالة التحكمية والله احنا عملنا حلقات ارجع بقى وشوف التاريخ وشوف سوبر افريقي وشوف الدوري الاخير وشوف دوريات اتكلمنا فيها في 78 ودوريات كتير جدا عشان تعرف ان اسهل حاجة انا كون ماشي اروح مطلع شعر من العلبة اروح حطه وقولك هو ده وارجع والكابتن الجهري قال كابتن جهري الله يرحمه مش هيقدر يرد عن نفسه وده الشيء الاسوأ انك انت تحط حد وتتقول عليه وهو في مكان احسن اكيد مننا بكتير فنتمنى كمان جزء كده من احترام الزات وحطه تحتها مية خط ان حتى لما تقول على حد من غير مصدر يكون حد بيننا عشان يقدر يرد اذا كان ده تصريح ده حقيقي ولا مش حقيقي وما اكثر الحاجات المفبركة والوهمية والبطولات الوهمية والتصريحات الوهمية كل حاجة وهمية اتمنى بس الكابتن مش هيري التابع المرة الجاية يعني ما يخبطش عشان دي ازاز يعني هدوء شوية هدوء كده وناخد شوية هدوء ايضا فاصل والاهل يخط احمر انتظرونا اشتركوا في القناة